محلل تهريج والكوميدي العرايس محلل العروسة يعني طالع في برنامج بيتكلم عن إمام عشور بيقولك ما عملش بس صح لا إمام عشور عمل أنا حجيب دلوقتي يا محمود لو سمحت حضر لنا الإحصائيات بتاعة إمام عشور اللي احنا جبناه مبارح عشان نعرف إمام عشور عمل بس صح ولا ما عملش انت بتقول أي كلام يا بكبات يا كابتن رحمنا أنا عارف إن إمام دايقك أنا فاهم دك واس جدا ولكن إمام تحديدا أنا حرد عنه وحدافع عنه حاولوا تجيبوني الإحصائية يا شباب حتى هو صاحب الهدف الهدف جيزي سيبك من الكرة دخلت الجون في الآخر كرة دخلت الجون ولكن منذ بداية الهجمة وفي ديئة 93 لا أنا هاتلي الجون بس يا سمير لو سمحت والديئة 93 إن أنا أعمل سبرينت زي دا في ديئة 93 وتركيزي إن أنا رأس المرة الأولينية وأخش عافر في المرة التانية وأطلع حضرتك تطلع تقول على أمام عشور إن هو ما بصاش بص صح وإن إحنا إن هو لو جاب جنف نفسه جمهور الأقلي حيسقف له عشان إيه يعني إن شاء الله عروسة بتتحرك هقول لك في الوقت المناسب مين اللي بيحركك بس مش دلوقتي حسيبه دلوقتي خالص حسيبه مين اللي بيحركك دلوقتي علشان مش دلوقتي مش هقوله دلوقتي فعشان كده لما أجيب لحضراتكم إحصائيات إمام عشور هتعرفوا إن راجل دا كداب بيقول أي كلام كل اللي بيقوله بيقوله لمجرد التهريج والضحك عدقود وعشان تطلعوا وتتفرجوا عليه أنا نفسي جمهور النادي الأقلي طب أنت ليه بترد عليه إسلام هقول لك أنا ليه بيرد عليه لأنه إمام عشور تحديداً أنا هرد على الإمام مش إمام تحديداً كل الناس ولكن إمام بقى بشكل خاص لأنه إمام بيتعرض لحملة حضراتكم كلكم عارفين من مين وإمام لما بيبقى وحش ما كل الستوديهات هنا استوديو النادي الأقلي بيقوله إن هو وحش بالمناسبة يعني ولكن راجل المبارح واخد أفضل لعب في المباراة وإنت تطلع تخبط فيه طب يأخذوا لما يبقى يعني لما يبقى وحش في المباراة من المباراة وقول اللي إنت عايزه ساعتها هنكتب مش هلفتح بقنا يعني كل الإمام عشور بيعمله ده مش حاجبك ها؟ اهو مش أنا اللي هتكلم أنا هسيب الأرقام تتكلم للرد على الكوميدي اللي بيهرق العروسة إمام صنع ثلاث فرص ثلاث محاولات صحيحة من ست دقة التمريرات يا أبو كباتن من ستة واربعين تمريرة تلاتين تمريرة الكرات الطويلة واحد من واحد رأس أربع مرات رأوغ أربع مرات من تلات مرات من أربع مرات فاز بالكرة ستاشر مرة الساكن بول الكرة التانية عشر مرات الاعتراض الناجح خمس مرات خسر الكرة تحت الضغط أربع مرات دقة التمريرات كام؟ تلاتين من أربعة وستين من ستة واربعين يعني حوالي سبعين خمسة وسبعين في المائة أعتقد صح يا شباب ولا أنا بقول إيه فدقة التمريرات تقريبا خمسة وسبعين في المائة يعني من ستين لسبعين في المائة وإنت طلع تقول إنه ما بصاش بصة صح حاجة غريبة جدا 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 اللي أنا بسمعه ده هنا تلات حاجات في الكرة دي تحديدا وشرحناها مبالح كتير ضغط وقطع ورفع صح وعمل الأوفر صح يا بس الطاهر لو حطها ولا كريم لو حطها عيدك تدخل الجون كلنا عارفين إمام عشور وكهرابا تحديدا هم هدفك وبتحاول تشتت تركيزهم بس اللي بيلعف الأهلي بيعرف يتعامل كويس جدا مع مع الأسلوب اللي بيتعامل به هذا المهرج ومازال بيقلل من فوز النادي الأهلي على سراميكا وطلع يتكلم على التحكيم ومش التحكيم على الرغم مش هتكلم عن خبراء التحكيم اللي موجودين في قناة الأهلي ولكن كل خبراء التحكيم اللي برا قناة الأهلي كلموا عن أن الحكم لم يخطئ في أي شيء عكس للحكم جاء على النادي الأهلي في بعض الأمور نفسي حد يعترف نفسي الناس دي تعترف مرة بالحقيقة أن النادي الأهلي هو الأفضل في كل شيء لعبة الأهلي هي الأفضل أن الفريق بيلعب كرة لآخر ثانية وأن في مجهود وتعب رغم الصعوبات بلاش كل فوز يأمل لك صداع تطلع تتكلم في حاجات غير حقيقية والله والله لو حد تتكلم في حاجات حقيقية لأ لو حد ما بيفتحش بق وهنا عندنا فريق الإعداد سواء محمود أو حاتم أو هشام كلهم الحقيقة مش عايزة أقول لحضراتكم بيعملوا إيه لما بيلاقوا حد بيتكلم ويقول لهم فلان يقولون لها كابتن اتكلم صحة وقال كذا وكذا وكذا لكن ده الناس دي عايزة تاخد النادي الأهلي في سكة تانية محاولات أصبحت محفوظة والناس كلها عارفة أنت بتحلل إزاي ترجمة نانسي قنقر